أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على دور الهيئة العربية للتصنيع المحوري في قطاع الصناعة الوطنية لتطوير الانتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع أشار رئيس الوزراء إلى دور الهيئة الرئيسي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية التي تتبنها الدولة خلال المرحلة الحالية واطلع رئيس الوزراء على المشروعات القومية التي تشارك الهيئة في تنفيذها ومن بينها موقف مشروع تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمراحله المختلفة والذي تولته الهيئة بالتعاون مع عدد من مصانع القطاع الخاص